the position of a particle moving along the x axis is given by طبعا جسم يسير على طول محضر x يعطى بالعلاقة 21 زائد 22t ناقص 6t تربيع بالمتر where t in seconds the average velocity during the time interval t equal to 1 second to t equal to 3 second طبعا يقول ان اوجد المتوسط سرعته خلال الفترة من 1 الى 3 second طبعا هنا عندنا الزمن الاول هو t1 الزمن الثاني هو t3 second طبعا احنا عشان نوجد المتوسط السرعة وتوسط السرعة يساوي delta x هي الازاحة على delta t وتساوي x1 ناقص x2 أو x2 ناقص x1 أو x النهائية ناقص x الابتدائية على الزمن delta t اللي هو t النهائية ناقص t الابتدائية طبعا بتلاحظون في بعض الاسئلة ما فيها التي وحدة لنبادي من الصفر طبعا نجيها الحين المسافة الاولى نطبق في المعادلة الاولى في الزمن الاول المسافة الثانية نطبق في نفس المعادلة في الزمن الثاني لذلك نقول ان x1 تساوي 21 زائد 22t نعوض في الزمن الاول اللي هو واحد يعني بيصير كم بيصير 22 ناقصا 6t تربيع يعني 6 في واحد تربيع بيطلع الناتج 6 هذه ناتجها بيكون 37 متر الآن نجي نعوض في الزمن الثاني لييجاد المسافة النهائية اللي هي x2 تساوي 21 زائد 22 في t2 اللي هي ثلاثة 22 في ثلاثة بيكون ناتج 6 وستين ناقصا سالب 6t تربيع يعني سالب 6t ثلاثة تربيع 9 في 6 بيطينا الناتج كم 54 بيكون ناتجها 33 متر الآن نعوض مكان x2 33 نعوض مكان x1 37 نعوض بداية 2 بثلاثة نعوض بداية 1 بواحد سكند بيطلع الناتج عندنا سالب 2 متر بير سكند اللي هي لجابة c